هناك تفاؤل في الوعود ملهش على أرض الواقع فيتفاجأون الناس أن الكلام الذي ينقال على أرض الواقع مختلف لذلك كانت النقطة التي أشيرها أننا قررنا أن يكون هناك منهجية للاتحاد العربي مختلفة مختلفة تماما وجدريا أن يكون للجميع مشارك في القرار ولا يمكن أن يكون القرار لشخص واحد بالإضافة أن يكون ما المقصود بالجميع؟ جميع الأندية؟ جميع أعضاء الاتحاد؟ ما المقصود بالجميع؟ جميع أعضاء المجلس الإدارة المكتب التنفيذي لأن في الغالب يكون القرار يأخذ من أصحاب القرار ولكن أشير في هذه النقطة إلى سماع جميع الاقتراحات والعمل على قبول التوصيات والعمل فيها بشكل جدي وسماع يعني إحنا أمس أقول لك فيك ما تبقاش ديمقراطية شكلية بالضبط اختصرت علي مهندسة فهذا اللي خلانا أمس ونعتدر عن عدم حضورنا هذا اللي خلط بقى فتحت الحوار الديمقراطية كده فيها جدل فكانت فيها جدل كانت فيه ملفات إذا تبعونها تكون حصرية لاحن ما أنشاء لا لا تفضل المحضر ما تطبعش يعني طب والله إذا كان فيه حاجات نقدر نقوله هنا يسألنا الله خمس ساعات إذا ما فيه حاجات لا أقول لنا أهم حاجات طبعا إن شاء الله إن شاء الله نحطينا نقاط كثيرة وكان أهمها أن يكون الالتزام في برنامج ثابت للبطولات عندنا طبعا هي البطولات لموسم 2023 بطولات العربية انطلاقا من البطولة الأندية 41 في الجمهورية المصرية وكذلك عندنا في بطولة بإذن الله في الكويت في تاريخ يونيو بإذن الله أقريناها بطولة منتخبات النسائية سيدات سنستضيفها بطولة عربية للسيدات للسيدات هذه جديدة أم كانت موجودة لا لا كانت موجودة لكن مش منتظمة لا لا مش منتظمة وكذلك يعني فيه نقاط كثيرة تم النقاش فيها زيادة المحفزات زيادة نقاط بالنسبة للبطولات وهذا من هذا المنبر نشكر الشيخة نعيمة الأحمد الصباح اللي هي الرئيس الفخري للاتحاد العربي كونها ساهمت بالضبط ساهمت في المكافآت للفريق الأول والثاني والثالث فلاهتمامها في موضوع الكوادر النسائية والمنتخبات وبشكل عام بالنسبة للوطن العربي إيه تاني في الأجندة الأجندة غير بطولة السيدات في يونيا في الكوين يعني حيكون فيه تثبيت لمعيد البطولات مثلا اتبتت بعدها يعني بعد البطولة هذه إذا حابين تسمعون هني أسمع نحن نعرف أصل البطولة العربية مشكلة البطولات العربية الاستابلتي إنك إنت ممكن تعمل بطولة طوعة سنتين ثلاثة مسمعش حاجة بعد كده فاستقرار البطولات العربية أسلاء إذا كنا مؤمنين أن الرياضة هي الجسر المنطقي بين الشعوب في العلاقات الطيبة فالرياضة لازم تأدي الدور ده من خلال تواجد فعلي يعني أنا شاف الكويت مهتم بألعاب الصلاة جدا يعني في الباسكت في الفولي يعني ده حاجة يعني كرة اليد شايف إن فيه اهتمام فأنت بصفتك كويتي عربي طبعا لقب العربي يجب كل حاجة بضبط هل ترى فيه على أرض الواقع يعني احتمالية لاستقرار البطولات وانضبطها ومن خلال المحفزات ما حضرتك تقولي يبقى فيه إقبال أكتر من كده هي فيه الأمانة هنا أساس أنه يكون الكلام موضوعي ومنطقي هو فيه تضارب خصوصا في إنشاء منظمات جديدة وهيئات جديدة يعني أنت تتكلم عن مثلا تواجد عندنا الحين بطولات أفريقيا على رزنامة 22-23 سوري ترجع مرة ثانية عندنا بطولات أساوية عندنا بطولة غرب آسيا فيه بطولات ما كلمتك عن البطولات الدولية ما كلمتك عن التصفيات المؤهلة ما كلمتك عن فيه زحمة بالرزنامة فيجب أن تضع القرار والرزنامة أن تكون بمعايير ثابتة لمراعاة ظروف الاتحادات سواء كان الوقتية وكذلك المالية فهذه النقاط يجب أن يتم الاهتمام فيها فما في أحد ما أود أننا نزيد عدد البطولات ولكن مرات وكل شيء بمقدار يعني ممكن أن أنا أزيد العدد ولكن هذا يمكن أن يعمل خلل في جودة البطولة والذي هذة اللي حنا كان